وصلت إلى مطار العريش الدولي طائرة الثامنة عشرة من دولة الكويت الشقيقة ضمن الجسر الجوي الذي استمر لأكثر من عشرة أيام لنقل المساعدات الإنسانية والإغافية لقطاع غزة وتضم حمولة الطائرة مواد غذائية وأجهزة ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ أربعين طنا ويأتي الجسر الكويتي بتنسيق بين عدد من الوزارات الكويتية والهلال الأحمر المصري لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة